أدانت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية والذي أصفر عن سقوط المئات من القتل والمصابين واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الحدث المأساوي يعد إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة وطلبت مصر إسرائيل بالامتثال للاتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعملات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية كما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بدرورة التدخل الفوري للضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية اشتركوا في القناة